اشتركوا في القناة الوطن المباركة والسعي لتحقيق كل ما فيه الخير والصلاح للوطن والمواطنين اتشرف بان ارفع اجمل عبارات التهاني وخارص التبريكات الى المقام السامي لحضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والى شعب البحرين الكريم بمناسبة الاحتفاء باعيادنا الوطنية المجيدة واحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح ككيان عربي اسلامي عام 1783 ميلادية وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وانني في هذه الاعياد الوطنية اعرب عن كل الفخر والاعتزاز بمسارات النهضة والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم رعاه الله الذي يدعم المسيرة التنموية بحكمة القائد وبتطلعات ورؤى ملكية حققت لمملكة البحرين قصص نجاح مضيئة ورفضت السجل الوطني بالانجازات والنجاحات التي رسخت مكانة البحرين وعززت موقعها على المستويات كافة ان هذه المناسبات والاعياد تشكل احدى المحطات المهمة للتعبير عن الولاء والانتماء لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة وتجديد العهد والميثاق للتمسك بالثوابث الوطنية والمضي بكل عزيمة وارادة من اجل ان تتعمق المنجزات الحضارية ويزدهر الوطن بتماسخ شعب البحرين ووحدته ولتبقى مملكة البحرين وطنا شامخا مرموقا ورايته خفاقة عالية في كل صروح التنمية والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر